اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تدعم كافة الجهود والمساعي العربية الرامية للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك نحو مستويات أشمل لمواصلة التنسيق المشترك للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة مسيرة التنمية نحو مزيد من التقدم والتطور في كافة المجالات لسيما الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق تطلعات ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك وفق رؤى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله اليوم بحضور سمو شيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي شيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تعقد برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حيث رحب سموه بالجميع معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح وأن تكون مخرجات الاجتماع محققة للأهداف والتطلعات المنشودة مشيرا سموه إلى أن الاقتصاد يعد مرتكزا هاما ورئيسا إلى جانب الأمن والعدل كمرتكزات لا غنى عنها للتنمية والبناء مؤكدا أهمية موصلة البناء على ما تحقق في مسارات التنمية والعمل المشترك من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يحقق تطلعات الدول العربية وأبنائها على كل صعيد من جهاتهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك مشيدين بما تقوم به مملكة البحرين من جهود طيبة في استضافة وتنظيم القمة العربية الثالثة والثلاثين متمنين لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء